اهلا بكل مشتركين قناة عربيتي في الفيديو النهاردة هنتكلم عن بيجو 5008 فيس ليفت 2021 تابعوا معنا الفيديو للنهائي اعلن مانسكو توكيل سيارات شركة بيجو في مصر عن طرح بيجو 5008 فيس ليفت 2021 الجديدة وتم طرحها من خلال المؤتمر تم عقده بمدينت الجونة كما تم طرح بيجو 3008 الشكل الجديد 2021 بشكل رسمي في نفس المؤتمر هذه النسخة المحسنة من الجيل الثاني من سيارات 5008 والتي تم طرحها في بداية شهر سبتمبر من عام 2020 وجاءت لتقدم لغة تصميم مميزة هي الموجودة في بيجو 2008 السيارة تصنف كروس اوفر متوسط الحجم سبع مقاعد وتقع في منافسة مع سيارات مثل فولكس فياجين تيجوان وسيط تراكو الجديدة كما تنافس كودا كودياك وكيا سورينتو المجمع محلية السيارة في النسخة المحسنة جاءت بتعديلات خارجية بسيطة مثل بيجو 3008 حيث نجد نفس التعديلات في وجهة السيارة تم الاستغناء عن فريم الكروم وأصبحت الشبكة تستحوز على جزء أكبر من الواجهة كما جاء الاقتصدام الأمامي بفتحة مختلف ونجد التغيير الأكبر في الكشفات الأمامية حيث تم الاستغناء عن كشفات الضباب الأمامية وتم إضافة الناب الشهير الخاص بشركة بيجو واللازر آي نافي بيجو 2008 و508 أما عن التصميم الجانبي والتصميم من الخلف فلم يحدث أي تغيير وبالنسبة لتصميم السيارة الداخلي فجاء كما هو وجاءت الشاشة الوسطية بحجم أكبر كما تم تطوير نظام بيجو آي كوكبيت بالنسبة لمحارك فهو 4 سلندر 1600 سي سي تربو قوة 165 حصات عزم دوران 240 نيوتر متر فيتيس أوتوماتيك عتيها دي 6 سرعات نظام جر أمامي للعجلات تصرع من السبات لمدة كيلو في 89 من 10 ثانية أقصى سرعة للسيارة 206 كيلو متر في الساعة ساعة خزانة وقود 56 لتر متوسط الاستهلاك 6 لتر لكل 100 كيلو اللي ارتفاع عن الأرض 19 سمتين لم تختلف مواصفات السيارة في موديل 2021 الشكل الجديد عن الموديل الصابق حيث جاءت بنفس المحرك ونفس منظومة القوة بالاختلاف كما جاءت السيارة بأربع فئات بتجهيزات مختلفة وجاءت تجهيزات السيارة مطابقة لتجهيزات بجو 3008 حيث نجد صقف ومرايات وقوائم باللون الأسود مع جنود 17 بوص أو 18 بوص أو 19 بوص وقطبان للسقف كما نجد تكييف هواء سنائي المناطق وكراسي كهربائية تدعم القطنية والتدفئة والتدليق نجد أيضا شاحن لاسلكي وشاشة عددات ديجيتال بقياس 12 و 18 بوص بنظام بجو اي كوكبيت المطور مع شاشة وسطية 8 بوص أو 10 بوص تدعم قبل كاربيلي واندرويد اوتو ومن خلالها يمكن التعكم في نظام صوتي مكون من 6 سماعات وأيضا نجد فتحة سقف بانوراما ومثبت سرع وكاميرا خلفية وأمامية مع إمكانية فتحة وغلق الشنطة الخلفية كهربائيا وفرش داخلي طبيعي من جلد النبا بالكامل بتطعمات باللون الخشبي ونظام إضاءة لد بالكامل والمزيد من التجهيزات الموجودة بالسيارة أما وسائل الأمان فنجد ABS و ABD وفرامل يد كهربائية ونظام دعم الفرامل وعدد 6 وسائل هواية كما نجد نظام السبات الإلكتروني والسبات على المنحضرات وتنبيه السائق ونظام مراكبة ضغط الإطارات ونظام تنبيه النقاط العمياء وتحذير الخروج من الحرة المرورية والتعرف على إشارات المرور والمزيد أما بالنسبة للأسهار فسعر الفئة الأولى 560 ألف جنيه الفئة التانية 600 ألف جنيه والفئة التالتة GT Line ب680 ألف جنيه أما الفئة الرابعة والأعلى تجهيزا ب730 ألف جنيه تعالوا نتعرف على الكماليات بتاعت الفئات بالنسبة للفئة الأولى فهتكون جنود 17 بوصة كاميرا خلفية قطبان للسقف سقف ومرايات جانبية وقوائم باللون الأسود مرايات تدعم التسخين والطايق كهربائيا بإشارات وكشفات لد خلفية وزجاج فامي خلفي حساسات أمامية وخلفية المساعدة على الركض تكييف سناي المناطق وشاحن لسلكي وشاشة عدادات 13 و 13 بوصة شاشة وسطية 8 بوصة ونظام صوتي من 6 سماعات وكافة وسائل الأمان دي الفئة اللي هيكون سعرها 560 ألف جنيه الإضافة اللي في الفئة التانية هتكون إمكانية فتح وغلق الشنطة كهربائيا وجنود بقياس 18 بوصة وفتحة سقف بانوراما وتطعيم من الجلد وكراسة تدعم القطانية ونفس وسائل الأمان الموجودة في الفئة الأولى ودي هيكون سعرها 600 ألف جنيه أما الفئة التالتة جيتي لاين فيكون مضاف إليها نظام إضاءة لد بالكامل ومخرج عادم مزدوج وتنبيه النقاط العمياء والتعرف على إشارات المرور ونظام تنبيه من الخروج عن الحرة المرورية ودي هيكون سعرها 680 ألف جنيه أما الفئة الرابعة والأعلى تجهيزا فإنضاف عليها تطعيمات خارجية باللون الأسود وجنود 19 بوصة وشاشة 10 بوصة ونظام صوت فوكل من 6 سماعات ونظام المساعدة على الركن ودي هيكون سعرها 730 ألف جنيه وبكده يكون انتهى التقرير بتاعنا عن بجو 5008 فيس ليفت 2021 ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وشير واستنونا في فيديوهات جاية من قناة عربيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة